السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا مرة اخرى في قناتكم شهيوات سهلة واقتصادية كنتمنى دائما الفيديو ديالي يلقاكم في اتم الصحة والعافية اليوم ان شاء الله نشارك معكم بسبوصة بالبرتقال كتجي من قلد ما يكون خفيفة مشربة كتجي رائعة جدا دب موسم البرتقال موجود ضروري يكون عندك في الداري اما البرتقال الكبير او الماندارين نوضي وجدي هاد البسبوصة ما غادش ندمي عليها وغاد يتعجبكم بزاف كتجي اكتر من رائعة كتجي مشربة كتدوب في الفم شي حاجة اللي رائعة جدا ومكونات بسيطة واقتصادية كيف العادة نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير على بركة الله اول حاجة غنبدو بها هي السيرو باش نصابوه نخليوه برد باش غير تخرج البسبوصة من الفران وهي سخونة نسقيوها غنحتجو كاس ديال العصر البورتقال اللي ضروري ما نصفوه كنديروه في كاس رونا كنضيف عليه كاس ديال الماء وكاس ديال السكر حبيبات اللي عبار بنفس الكاس اللي هو كاس لانبا هنديرهم فوق النار فوق النار متوسطة في الاول كنحركو حتك يدو باليدك السكر من بعد ما كيغ لو كتطلع فيها الغلية بهذا الشكل هادا هنحسبوه لي عشر دقائق وانطفوالي ونخليوه يبرد جانبا وغندوزو نوجدو الخالات قبل ما نوجدو الخالات غن نوجدو المول اللي غنحتاجو اي مول متوفر عندكم درتلي هنا يا واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة غن ندهنو بالكامل وغن نرش عليه شوية ديال سميدة رقيقة من بعد ما كنرش عليه السميدة رقيقة غنحط المول ديالي في التلاجة وغن خليه يبرد بمنوجد الخالات ديال بسبوسة ديالي و بسم الله على بركة الله فقنا غن ديرو جوج حبات ديال البيض دائما يكونو بدرجة حرارة المطبخ مايكونوش باردين من تلاجة ديريكت كنضيف عليهم الساشي من السكر منسا بالفانيلا رشة صغيرة من الملح وبالنسبة للسكر غتديرو كاس إلا ربع او لا تديرو نصف كاس من الاحسن من الاحسن نقصو كيميات السكر لانا غنسقوها بسيرو كتجي الحلوية هي هذهك من بعد ما كنخلط الخالات مزيان حتى كيتفتح لي اللون ديال البيض كنضيف نصف كاس ديال الزيت النباتية وانا كنستمر في الخلط فقط بالضراب اليدوي رهى طريقتها السهلة ضغيئة كتتحضره كتجي من الرواع البسبوسات اللي غتكونو جربته ومن بعد غنضيف علبة من الياغورت بنكهة الفانيلا وكنخلط شوية من بعد غنضيف كاس إلا ربع من عصير ديال البرتوقل اللي حتى هو صفيتو كنخلط جيدا الخالات باش نسجم ليه معا بعد غنضيف ملعقة صغيرة من قشرة ديال البرتوقل كتعطينا الطعم رائع وهنايا غنبتنضيف سميدة رقيقة هنايا ضفت كاس الاول سميدة رقيقة اللي كنديرو بها الحرشة او البسبوسة كذلك غنضيف نصف كاس اخر يعني درت كاس ونصف والان غنضيف نصف كاس ديال دقيق الابياد اللي ضروري ما نغرب له غنضيف عليه جوج اكيات من خميرة الحلويات المجموعة ديالهم 16 جرام غنضيف لهم حتى هما باش نتفادى هكذا الكويرات اللي كيكونوا فيهم ومن بعد غنخلط الخاليات ديالي مزيان حتى كي ينسى جمليا مع المكونات اللي اضافت ليه وبالنسبة للفران انا شعلت عليه من اللي بديت كنخلط البسبوسة في الاول عندي فرم ديال غاز كنشعل فقط من تحت وده بخرجت المول ديالي من تلاجة غنفرغ فيه الخاليات اللي كيكون بهذا الشكل هادا كيجيكم هكا شوية خفيف ولكن راه كيجي رائع كجيل بسبوسة خفيفة بزاف كما كتعرفو راه سميدة كتشرب غندخلها الفران اللي يمسخن من قبل باللي كندخلها كننقس كندير عفيا مهيلة ونخليها حتى الطيب على خطرها وتحمر هنا يلبس بوسة ديالي راه يلا خرج شامل الفران كيما كتشوفو كتجي محمرة كتشي خفيفة طريا ما تخيلوش ديك الخفة ديالها وهنا يراه باقة سخونة غنحاول ننقلبها في طبق تقديم لانني خسني نسقيها وهي باقة سخونة كيما شفشو معي راه ما كتلسق في المول موال وخه هي باقة سخونة غير ديرو ديك القادية ديالي الزبدة وديروها في تلاجة هنا يا قلبتها على الوجه ديالها في طبص الاخر ما عجبنيش للول وهنا يا السيرو ديالي اللي كيكون بارد مزيان غنسقيها بالكامل غنسقي الجواني بمزيان وغنسقيها كاملة ما تقولوش الكيمية راه كتيرة راه كتشربها كاملة وكتجي مسقية لديدة كتجي من آلد ما يكون جربوها وغتعرفو عليا شك نهضر أنا متأكد أنها غد نال إعجاب ديالكم غنسقيها مزيان بديك الكيمية ديال السيرو كان أكد يكون السيرو بارد مزيان والبسبوسة راه سخونة يلا خرجت من الفورن وغنخليها حتى كتبرد وتشرب ليدك السيرو مزيان هنا يا من بعد ما بردت ليلبسبوسة ديالي وشربات ليدك السيرو كامل تقريبا خليتها شي ساعة غيرها كافة وقسطها العمل وهنا يا غنزينها بمربة ديال المشميش غندهن لها الوجه ديالها بالكامل ممكن تدهنوا بأي مربة متوفر عندكم تزين دائما كيبقى اختياري كل واحد وشنو متوفر عندو شنو اللي كيأجبو غندهنها مزيان بالكون فيتور ديال المشماش ومن بعد غنرشها بالقليل من اللوز كونكا السير اللي حمرته واحد شوية ممكن تزينو باللوز ايفيلي او الكوك او اي شي متوفر عندكم المهم هو المداقرة هكتجي رائعة نكملوا التزين شاء الله وتشوفوا معي الشكل نهائي ونقطع لكم طريف باش شوفوا الدخل ديال وهكدا كيكون الشكل نهائي ديال بسبوسة ديالي بالبرتقال كيجي اكتر من رائعة مداق وخفة لا تقاوم صراحة روعة روعة كتستحق التجربة كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها لأنني متأكدة انها غتنال اعجاب ديالكم وغتولي معتمدة عندكم واخواتي داجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف وكتخليني انني نستمر ما تبخلوش عليا بجيم للفيديو كذلك الاشتراك في القناة اللي باقي ما شتركتش عندي وتبارتاجي وليا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم ان شاء الله لكي تعم الفائدة انا يا غنقطع لكم طريف كنحاول نوريكم الخفة ديالها كتجي صراحة كتدوب في الفم كتجي معلكة ومسقية بدك سيرو ومداق البرتقال كتجي منعيشة جربوها غتعرفوا علي اش كان هدر اروع صراحة شي حاجة فوق الخيال مداق رائع كدوب دوابا في الفم واخواتي كنشكركم جزيل شكرا للتعاليق ديالكم طيبة اللي كتخليوا لي في التعاليق شكرا للدعم ديالكم والمساندة للقناة كنتمنى دائما نكون عند حسن دانكم ونكون في المستوى المطلوب ومرحبا بالاستفسارات ديالكم الانتقادات ديالكم مرحبا بأي شيء من عندكم وكان شكركم جزيل شكرا لحسن المتابعة وهنا يوصلنا لنهاية الفيديو دياليوم غا نخليكم ان شاء الله الى فيديو قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة